خلينا نروح لأخبارنا يمكن هنبتد أخبارنا نهاردة بكورت اليد ماتش خلاص النهايات ابتدت النهاردة كتأول مباراة لنا بفريق كورت اليد الرجال مباراة الأهلي وسبورتينج المباراة خلصت منذ لحظات بنتيجة 28-26 بفوز النادي الأهلي المباراة اتلعبت على مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر والأهلي دخل المباراة دي عنده نقطة ونص فريق سبورتينج في المركز الثاني فريق سبورتينج دخل عنده نقطة واحدة في المركز الثالث طلاق الجيش في الرابع الزمالك نقطتين في المركز الأول فريقنا بكرة إن شاء الله تلعب طلاق الجيش اللي هو رابع المجموعة أو رابع المتأهلون المتأهلين للدور النهائي الدور النهائي أربع فرق بالترتيب الجدول زمالك أهلي سبورتينج طلاق الجيش هنلعب دورتين مجمعتين الدورة الأولى دلوقت اللي شغالة دائما كل ماطح اللي كان قابلينا كانت الزمالك وتلاق خيال الجيش وفاز نادي الزمالك المباراة التانية كانت الاهلي وسبورتينغ وفاز النادي الاهلي بكري ان شاء الله احنا هنلاعب طلع الجيش والزمالك هايلاعب بعد بكري احنا نلاعب ان شاء الله الزمالك وحيكون مباراة بتلاقى الجيش ايضا ثلاث مباراة وبعد كده ناخد راحة اسبوعين وحاك struggles بالست مباراة البطولة او الدولة في الملعب مفيش فقه النص النقطة دي هتبقى مهمة لو تعذل الفرقين إنما إنت لو كسبت ست ماتشاطك اللي بتلعبهم خلاص انتهى الموضوع نتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد ونتمنى إن شاء الله إنهم يفرحوا جمهور النادي